موسيقى الظاهرة من الميادين سلام الله عليكم وإلى علاويني موسيقى تظاهرات عند جسر السينك في بغداد ومحتجون يحاولون قطع الطريق إلى ميناء أم قصر في البصرة موسيقى مايكروسوفت تحقق في عمل شركات إسرائيلية استخدمت برمجيات لتعقب فلسطينيين مقتلوا 15 شخصا بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال سوريا وتركيا تتهم المسلحين الكرد بالمسؤولية قتلى بإطلاق الشرطة البوليفية النار على تظاهرات مناهضة للسلطة الانقلابية ومورالس يقول أن طائرة أمريكية كادت أن تنقله إلى جوانتانم موسيقى موسيقى أفانا تحتفل بالذكرى السنوية الخمسمائة لتأسيسها واشنطن تدرج فنادق كوبية في قائمته السودان موسيقى سهل الظاهرة من العراق وآخر التطورات التي يشهدها ولا سيئما ما يتعلق منها بالتظاهرات التي تشهدها أكثر من مدينة وننتقل لمزيد من التفاصيل إلى مفدنا إلى العاصمة العراقية عبد الرحمن عز الدين عبد الرحمن تفضل أسعد الله أوقاتك أسعد الله أوقاتك كمال وشكرا لك موسيقى أهلا بكم مشاهدين العزائل هذه النافذة التي نقدمها إليكم مباشرة من العاصمة العراقية بغداد اجتاز متظاهرون صباحا حواجز ساحة الخلاني واستعادوا حضورهم على جسر السينك ومرأب السيارات في العاصمة العراقية بغداد حيث نفذت إجراءات أمنية مشددة في محيط التظاهرات منعا لأي خروق وكان مواطن قد استشهد وجرح آخرون بتفجير عبوة ليلا قرب ساحة التحرير التي كانت مقتضة بالمتظاهرين وفي البصرة قال مراسلنا إن متظاهرين يحاولون قطع الطريق إلى ميناء أمقصر وللمزيد من التفاصيل مشاهدين حول آخر التطورات خاصة فيما يخص التظاهرات والاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد وغيرها من المحافظات ينضم إلينا من العاصمة العراقية مدير مكتب الميادين عبدالله بدران أهلا بك عبدالله إذن كيف يبدو حال الاحتجاجات والتظاهرات هنا في العاصمة العراقية بغداد وغير مناطق ومحافظات وبالتحديد من خلفك في جسر السنك ومرأب السيارات ولماذا أصرار المتظاهرين على العبور باتجاه جسر السنك عبدالله نعم عبدالرحمن بالفعل هو تطور نوعي للمتظاهرين أن يتحركوا واجتازوا القطع الأمني الذي وضعته قوات حفظ النظام وعمليات بغداد في ساحة الخلاني وبعد أن اجتازوا هذه المنطقة واجتازوا هذا القطع والحاجز الأمني تمكنوا من استعادة حضورهم في ساحة الخلاني وكذلك في جسر السنك من جهة الرصافة من العاصمة العراقية بغداد وكذلك مرأب الطوابق المتعددة الذي هو عبارة عن مبنى بطوابق متعددة ويقع عند الضفاف نهر تجلى في رصافة العاصمة العراقية هذا الموقع كان سابقا موقع تجمع المتظاهرين في الجولة الثانية من تظاهرات تشرين الأول الماضي تمكنت القوات العراقية عندما أعادت انتشارها أن تبعد المتظاهرين وأن تعزلهم في منطقة ساحة التحرير بهدف بقاء تحركاتهم في هذه المنطقة لكن ثلاثة أيام ومحاولات مستمرة من المتظاهرين الذين كان يحول بينهم وبين إعادة انتشارهم في هذه المنطقة هو الحواجز الإسمنتية والانتشار الأمني وقوات مكافحة الشغب وقوات حفظ النظام انتشر المتظاهرين في هذه المنطقة وكما ترصد كاميرا الميادين سمح الوضع العالم العراقي والمتظاهرين وهم في مبنى الطوابق المتعددة وعند ضفاف نهر دجلة وأسفل جسر السنك وعلى جسر السنك من جهة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد هذا هو التطور الأبرس في العاصمة بعدما قررت قيادة عمليات بغداد طبعا بالتزامن أن تفتح الطريق الذي كان مقطوعا من ساحة الطيران المؤدية إلى موقع التظاهرات باتجاه التحرير إلى ساحة الخلاني التي كانت أصلا مقطوعة بفعل الإجراءات الأمنية باتجاه سوق الشورجة في قلب العاصمة العراقية بغداد طبعا هناك إجراءات أمنية جديدة وإعادة انتشار أمني جديد ولم يكن الانتشار المتظاهرين أن يتحقق إلا بإصرارهم على الوصول لهذه المنطقة وبالتنسيق مع الأمن العراقي الذي أخلى ساحة الخلاني من قوات مكافحة الشغب وأعادة انتشار قوات وزارة الداخلية العراقية كشرطة وكذلك قوات حفظ النظام في محافظة الذيقار طبعا هناك إجراءات أمنية بفعل انفجار عبوة صوتية يوم أمس في ساحة الحبوبي التي تلت طبعا الانفجارات التي عاشتها بغداد على وقع عبوات صوتية إحداها كان يهدف منها المنفذون طبعا إحداث أكبر ضرر بفعل وضعها أسفل سيارة من أجل إحداث تفجير المزدوج وهو ما حصل بالفعل كما ذكرت عبد الرحمن في الخبر أدى لارتقاء أحد المتظاهرين وإصابة حوالي ستة عشر مدنيا هناك إجراءات أمنية تعيش العاصمة العراقية بغداد صحيح أن جسر الأحرار مفتوح لكن أمام حركة انتشار أمني من قبل قوات قيادة عمليات بغداد ومضافا لذلك هناك مفاوضات تخوضها الحكومة المحلية عبد الرحمن في محافظة البصرة جنوب العراق من أجل الطلب من المتظاهرين عدم قطع الطرق المؤدية إلى لا إلى حقول النفط ولا إلى أبارها ولا إلى الموانئ سواء التي تستورد كميناء قصر أو التي تصدر النفط الخام كخور الزوير عبد الله هذا على مستوى المفاوضات في البصرة ما بين المتظاهرين والشرطة ما دعا المفاوضات على مستوى القوى السياسية والحرك السياسي الحاصل هنا في العراق هل من جديد حول هذه التطورات السياسية والحزم الإصلاحية أيضا التي تم الحديث عنها في الفترة الماضية القوى السياسية عبد الرحمن تؤشر على ثلاث نقاط تحاول أن تستمتها من خطبة المرجعية وتحاول أن تعتبرها كخارطات تتحرك على أساسها الأساسي هو محاسبة المتورطين بسقوط قتلى بين المتظاهرين خلال فترة الماضية كذلك الطلب من المتظاهرين الحفاظ على سلميتهم هناك مؤشر خطر المرجعية تدرك أن الأمور يجب أن تبقى في إطار الحراك السلمي والمطالبة المشروع على المتظاهرين دون أن تتفلت إلى مواجهة مع قوات الأمن العراقية أو إلى احتكاك أو ما إلى هو أكبر من ذلك وما يؤدي إلى توتر الأوضاع في العاصمة بغداد وفي محافظات وسط وجنوب العراق لذلك تركز على التنسيق والاندماج بين المتظاهرين والأمن العراقي القوى السياسية العراقية ترى في خطاب المرجعية الفرصة الأنسب لها لأنها تركز بعد الخطاب على موضوع مفوضية الانتخابات وعلى قانون الانتخابات تحاول القوى السياسية وبالتنسيق مع الحكومة خصوصا القوى الداعمة لها لأن تنجز شيئا خلال فترة الأيام هذه قبل الجمعة المقبلة من أجل تحقيق منجزات نافذة يعني انفاذ الوعود التي وعدت بها الحكومة والقوى السياسية لكي لا تتلقى لوما من المرجعية التي تحاول أن تحلل خلال فترة أسبوع وتقدم وجهة نظريها من خلال المتابعة من خلال مجلسات المرجعية التي تقدم لها صورة شاملة عن الأوضاع في العراق وبالتالي يكون خطاب المرجعية وبيانها مبني على أساس رؤيتها وعلى أساس ما يصلها لذلك القوى السياسية العراقية عبد الرحمن تحاول أن تركز على نقاط أشارت لها المرجعية في خطبة الجمعة يوم أمس وعلى رأسها مفوضية الانتخابات وقانون المفوضية وكذلك حزم الإصلاح التي يجب أن تكون فاعلة وتنفيذية أكثر من أن تكون حزم إصلاح يتم قراءتها في البرلمان العراقي طبعا هناك قوى سياسية تحرك باتجاه طلب حضور رئيس مجلس النواب إلى رئيس الوزراء إلى مبنى مجلس النواب العراقي من أجل عقد جاسة لاستجوابه على رأسها قوى فاعلة داخل تحالف الإصلاح شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميدين في العاصمة العراقية بغداد عبدالله بدران على كل هذه المعلومات والتفاصيل حذر الناطق باسم الداخلية العراقية العميد خالد لمحنة من وجود طرف ثالث يحاول حرف المسار التظاهرات من السلمية إلى العنف موقف المحنة أتى في مقابلة مع الميدين ضمن برنامج من العراق الجهة الثالثة التي تحاول تحرف من سير التظاهرات التظاهرات اليوم هم طالب الناس الذين خرجوا من أجل هذه المطالب إنما هم خرجوا في مظاهرات سلمية والمظاهرات أساسا هي ليست بالشيء الجديد على الشعب العراقي هذه ممارسات طبيعية ونحن متعودين عليها في العراق يعني دينا مظاهرات منذ بناء الدولة الحديثة بعد 2003 ولحد الآن ليست بالشيء الجديد لكن اليوم هناك من يحاول أن يجر التظاهرات يحاول في بعض الأحيان هناك من يحاول أن يجعل القوات الأمنية ترد عليهم أو على اعتداءاتهم وتصيب المتظاهرين لكن تعليمات السيد وزير الداخلية بأن يتمتعوا بالضبط العالي وأن يتحملوا حتى الضربات والإصابات وأن يفوتوا الفرصة على الأشخاص اللي يحاولون جر القوات الأمنية ويفوتون الفرصة على دعاة الفوضى ودعاة العنف الناشط العراقي ظلف قار حسين طالب بتحديد موعد مبكر للانتخابات مشيرا إلى أن الطبقة السياسية لا تمثل الشارع العراقي الانتخابات المبكرة يجب أن يتم قبلها مراحل يعني أنا خليق أكمل لك أولا قانون انتخابات نزيه قابل على أن يكون متكافئ للفرص بين الجميع مفوضية انتخابات عادلة منصفة تعطي الجميع حقوقها ثلاثة تعديلات دستورية للخلل الموجود في بعض المواد يعني ليس الدستور كله بمشكلة لا يوجد نقاط معينة في الدستور مدى 76 مدى 142 عندك بعض المواد مدى 140 اللي هي ما الإقليم والمناطق المتنازح عليها يجب أن يحسن أمرها يوجد بعض النقاط تحتاج إلى تعديلات هاي من ناحية ترجع آخر شي شنوه اللي هو تطبيق المادة 64 من الدستور وهو حل البرلمان العراقي وتحويل الحكومة لحكومة تصريف أعمال وتحديد موعد مبكر للانتخابات وإلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام هذه النافذة التي قدمنا إليكم مباشرة من العاصمة العراقية بغداد الموعد يتجدد عند السادسة بتوقيت القدس الشريف السابع مساء بتوقيت بغداد وبرنامج من العراق وضيوفنا لليوم الناطقة باسم تحالف النصر السيدة أياتم زفر والنائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي أما الآن فنعود وإياكم لستوديوهات الميادين والزميل كمال خلف إليك كمال عبد الرحمن شكرا جزيلا لك سهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة ليلا حيث قصفت طائراته الحربية والمروحية موقعين للقسام في بيت لاهية وفي المنطقة الشمالية الغربية لغزة كما أكدت مصادر للميادين أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ موقع حطين التابع لسرايا القدس شمال قطاع غزة في المقابل أطلقت المقاومة صواريخ متعددة باتجاه مدينة بئر السبع المحتلة وفق مراسلين حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق من أن تصريحات المسؤولين في إسرائيل المثنية على موقف حماس يقصد منها إحداث الفرقة والفتنة بين الأشقاء بأسلوب خبيث وأسف أبو مرزوق في تغريدة له عبر تويتر لتلقف البعض هذه التصريحات والبناء عليها للتلاعب بالعواطف في مرحلة حساسة من العدوان والمقاومة والاغتيال والرد ودعا إلى ضرورة تدارك الأمر بالحوار لتجاوز الفتنة هذا وطالبت الأمم المتحدة تل أبيب بإجراء تحقيق بشان ملابسات مقتل أسرة السواركة في غزة خلال عدوانها الأخير على القطاع نحن ضد قتل المدريين بصورة عامة وفي حالة عائلة سواركة إنها مأساة واضحة الأمين العام يعزي عائلة سواركة ويتمنى الشفاء العاجل للجرحة ويدعو إسرائيل إلى الإسراع في إجراء التحقيق رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي قال في حديث إلى برنامج المشهدية خاص أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو شن العدوان الأخيرة على غزة لأهداف انتخابية هذا التحريض مسؤول عنه بن يمين نتنياهو ورسائل قذرة تصل بالتهديد وقتل عائلتك وبناتك إلى آخره تصلنا مؤخرا كمية كبيرة من هذا التهديد وتصل كل الزملاء أيضا بسبب نواب بسبب حملة بن يمين نتنياهو للشيطنة ونزع الشرعية ودمغنا بدعم الإرهاب ودعم جرائم الحرب إلى آخره هكذا يقول من هو مسؤول عن قتل عائلة السواركة ودائما الجواب بالغلط من يخطئ والغلط يجب أن يتحمل مسؤولية ومن يرتكب هذا الخطر دانا الاتحاد العام التونسي للشغل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجدد مطالبته بمقاومة التطبيع وتشديد الحصار على التسرب الإسرائيلي إلى تونس وسن قانون يجرم التطبيع وفي بيانا له قال الاتحاد أن هذا العدوان يكشف مرة أخرى الحقيقة الإجرامية والدموية لهذا الكيان وحث الحكومة التونسية على المطالبة الفورية بعقد اجتماع طارئ المجلس الأمن واقتراح قرار إدانة وأحراج الدول الأعضاء الصامتة أمام العدوان عشرات الضحايا في غزة وشبه صمت مطبق في الخطابات الرسمية للأنظمة العربية ليأتي الصوت التونسي على توضعه صادحا بربض العدوان داعيا المجتمع الدولية إلى تحمل مسؤوليته ومطالبا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل خطاب للخارجية التونسية يأتي متناغما قلبا وقالبا مع المبادئ التي أطلقها الرئيس قيس سعيد في سباقه الانتخابي وكذا ثباته عليها في خطاب آداء اليمين الآن الأوان للإمثالية جمعا أن تضع حدا لهذه المظمة التي تتواصل لأكثر من قرن تغير نوعي في خطاب الخارجية التونسية إذن من قبل حتى أن ينصب على رأسها وزير جديد خلفا لخميس جهينوي الذي سبق أن ترأس مكتب الارتباط بين تونس وإسرائيل في تل أبي والذي تحصنت الخارجية التونسية في عهده خلف خطابات الانحياز إلى الشرعية الدولية ورعاية عملية السلام وتورطت تونس في عهده بالمشاركة في مؤتمر وارسو لتمرير صفقة القرن وسمحت أيضا بتنظيم رحلات سياحية إلى إسرائيل ودخول منتوجات إسرائيلية الصنع إلى تونس بيانات الخارجية التونسية اليوم باتت فلسطينية البوصلة تستخذر على غير العادة ذكر رحيل الزعيم ياسر عرفات وذكر إعلان قيام الدولة الفلسطينية في غضون أسابيع سنكون في مجلس الأمن كعضو غير قار وستكون لنا كلمة وسيكون الإسناد الشعبي المعهود للتونسيين للقضية الفلسطينية هو أفضل سند لمن يحكم تونس لتقديم الموقف القومي الإنساني الضروري المفروض على كل حرار العالم عضوية في مجلس الأمن تقبل عليها تونس والقضية الفلسطينية في أمس الحاجة إلى صوت صادق ينتصر للحق الفلسطيني ويفضح مجازر المعتد الغاصب وسياسة الكيل بمكيالين سقف الانتظارات كبير من الدبلوماسية التونسية في دعم القضية الفلسطينية في زمن تهرول فيه الأنظمة إلى التطبيع وتسعى فيه القوى الكبرى إلى تصفية القضية أمد شتارة تونس الميادين تحقق شركة مايكروسوفت للبرمجيات إن كانت قواعدها الأخلاقية قد انتهكتها شركة انفيجين الإسرائيلية التي طورت تكنولوجيا لتشخيص الوجوه تستخدم لتعقب فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وكشفت قناة انبي سي أن تكنولوجيا انفيجين استخدمت في الضفة الغربية وعند معابر حدودية في فلسطينيين المحتلة فيما أعلنت الشركة الإسرائيلية استعمال برمجياتها فقط عند المعابر الحدودية بطريقة مشابهة لاستخدام إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لنظام الاستدلال البيروجي في المطارات بعد وكالتي فيتش ومودز خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف لبنان درجتين من مينس بي إلى سي 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 تقرير للوكالة تحدث عن ارتفاع احتمالة انهيار سعر في الصرف الليرة مقابل الدولار واضطرار السلطات إلى فرض قيود على رأس المال في ظل ضعف احتمالات تمويل العجز المالي الكبير واستندت الوكالة في هذا الأمر إلى التراجع في احتياطات مصر في لبنان بالعملات الأجنبية القابلة إلى الاستعمال متوقعة أن تنخفض إلى 257 مليون دولار في نهاية عام 2022 ينضم إلينا هنا في الستوديو الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث وتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس الأستاذ نسيب جابريل أستاذ نسيب حياك الله أولا نريد أن نعرف معنى أن تنخفض من مينس بي إلى ترابل سي 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 والتصنيف هذا ماذا يعني بالنسبة للاقتصاد اللبناني هي المشكلة مع وكالات التصنيف العالمية يأما تأخذ إجراءات متسرعة يأما تتأخر برفع تصنيف ائتمان البلدان خصوصا البلدان الناشئة في هذه الحالة كانت شو متسرعة في هذه الحالة هي ردة فعل أكثر ما أنه تقييم مبدئي وموضوعي وأصلا كانت الوكالة وضع التصنيف الائتماني السيادي للبنان تحت المراقبة وأعطت نفسها بضعة أشهر لتقرر إذا تغير هذا التصنيف ترفعه وتخفضه وتأكده فوائز فجأة خفضت إلى تريبل سي ويعني أنا ما بوافق مع الأسباب اللي عم تعطيها أنه قرب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية هذا كلام غير صحيح اليوم وتوقعات للـ 2022 أنه تنخفض الاحتياطات مصر في لبنان إلى 250 مليون دولار يعني اليوم بعدنا بالـ 2019 إلى 157 مليون تحديات أساسية يعني ما بعرف على أي معيار تعتبر أنه رح تنخفض الاحتياطات بثلاث سنوات يعني يعني تريد أن تقوله أستاذ نسيب أنه رغم هذه التصنيفات إلا أنه الواقع عكسها أو الواقع غير ما يتم الحديث عنه في هذه التصنيفات لا الواقع أنه نحن نعرف أنه في لبنان في تحديات أساسية تحديات مالية تحديات اقتصادية مطالبات معيشية واجتماعية ملحة ومحقا الوكالة يعني كان تخفيض تصنيفها ردت فعل إلى التلكؤ والتأخر في بدء آلية دستورية لتشكيل حكومة وبالتالي تأخير اتخاذ إجراءات ضرورية وملحة لا أحاز ينكر أنه نحن في وضع اقتصادي غير ملائم ويجب تحسينه ويجب تحسين وضع المالية العامة وطبعا يعني في الحاح لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن عندها المصدقية لتتخذ هذه الإجراءات التي تؤدي إلى صدمة إيجابية في الأسواق فإذا هذا ما نظرت إليه الوكالة يعني ممكن يعني ممكن الاقتصاصين في مجال الاقتصاد والمصارف تهتم بهذا التصنيف لكن بالنسبة لي المواطن العادي يعني ربما هذا الموضوع غير مهم بقدر ما هو الاطمئنان على سعر الصرف ويجب أن نعرف فيما يتعلق بهذا الموضوع هل فعلا سعر صرف الليرة سوف يرتفع بشكل مفاجئ أم سوف يبقى عند هذا الحد أولا المواطن يهتم بالتصنيف الاقتماني لأنه يؤثر على التصنيف المصارف ويعتقد المواطن أن إذا خفض تصنيفات المصارف سيكون من الصعب أو سيؤثر على الودائع وهذا شيء غير صحيح تصنيف المصارف له علاقة بإجراءات تقنية لا يشعر بها المواطن المودع إن كان مقيم أو غير مقيم أما بالنسبة للسعر الصرف الفرق هو فقط بالنسبة للبنوك تعاملات البنكية بين البنوك وليس بالنسبة للعملاء ما له علاقة بالعملاء له علاقة بعمليات البنوك التي تستدين في الأسواق العالمية يعني ترفع كلفة الاستدانة على البنوك بينما المصارف اللبنانية قطاع المصرف اللبناني يعتمد تقريبا بـ 73% على تمويله على الوداء طيب الآن قبل أن نختم أستاذ ناسيب سياسة الأغلاق بالنسبة للمصارف يعني هذه أفضلا أجاب بالأول على أول سؤال يتفضلت فيه بخصوص الاستقرار سعر صرف الليرة حاكم مصرف لبنان أكد أن أولوية مصرف لبنان هي الحفاظ على الاستقرار سعر صرف الليرة ولدى المصرف الإمكانيات الكافية للحفاظ على هذا الاستقرار قادرين هذا ما صرح به الحاكم ويجب أثقة بهذا الكلام أما بالنسبة للمصارف فهي الجهة الأكثر متسرعة إلى فتح الأبواب لأن اليوم العمل المصرفي متوقف بسبب الأوضاع الحالية ونأمل أن تفتح أبوابها قريبا ولكن لغاية اليوم ليس هناك تاريخ محدد أسباب إغلاق المصارف بهذه المدة لاحظنا أن المصارف فتحت في بداية الشهر الحالي ولكن أغلقت المتوقع أن بداية الشهر القادم أيضا يمكن أن تفتح ثم تغلق لا أتمنى أن تفتح أبوابها قبل بداية الشهر المقبل ممكن كله ممكن كله ممكن هناك إجراءات ومحادثات تجري بين جمعية المصارف من جهة ونقابة موظفين المصارف من جهة أخرى وكان هناك اجتماع مع وزيرة الداخلية هذا الأسبوع فالمصارف مستعجلة لفتح أبوابها طيب في مشكلة بالنسبة للمصارف وبالنسبة أيضا للموديعين وهو قيمة الودائع يعني عندما يتكون الودائع بالليرة اللبنانية فإن الموديع يخشى على قيمة الودائعة مع تقلبات السوق وارتفاع سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار يعني بشكل أساسي وهذا يمكن ما دفع كثير من الموديعين إلى الذهاب للمصارف لسحب ودائعهم وتحويلها للعملة الأجنبية والاحتفاظ بها حتى بشكل شخصي هذه المشكلة كيف ستحل؟ للأسف هناك حملات على القطاع المصرفي بشقيه المصارف التجارية ومصرف لبنان ما أدى إلى هلع بعض الموديعين وفعلا ذهبوا إلى المصارف وسحبوا سيولة من المصارف بشكل غير متوقع ليحافظوا عليه في المنازل أما بالنسبة لسعر الصرف فما نشهد خارج الجهاز المصرفي هو لا يمثل كتلة النأدية لأن الأكترية الصاحقة من الكتلة النأدية بالعملات الأجنبية هي في الجهاز المصرفي إن كان المصارف التجارية أو مصرف لبنان وحسب آخر أرقام رسمية لغاية آخر أيلول 73% من الودائع في المصارف التجارية هي بالعملات الأجنبية فما يحدث خارج الجهاز المصرفي لا يمثل فعليا الكتلة النأدية بالعملات الأجنبية في لبنان ولكن تأخذ هذه التعاملات ضجة وهذا من الطبيع أن يتأثر المواطن بحملات المسألة النفسية أكثر ما إنها عملية؟ هي عملية ثقة بدون شك اليوم نحن في أزمة ثقة بلبنان ليس أزمة مصرفية أو ثقة بالنقد أو بالمصارف هناك أزمة بين القطاع الخاص والمواطن اللبناني من جهة وتلك السلطة السياسية باتخاذ لدبير معاشية قبل أن تكون مالية واقتصادية ويجب معالجة هذه الأزمة جزيلا شكرا سيد ناسيب جابرييل خبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث والتحليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس شكرا لحضورك إلى الستوديو نبقى في لبنان حيث رفض محتجون في صيدة والنباطية استقبال ما يعرف ببوستة الثورة وذلك بسبب ما وصفه بعدم وضوح النشاط وما يرمي إليه ومعي مباشرة من صيدة في جنوب لبنان مراسل الميادين جمال غربي تضعنا في صورة الوضع في صيدة وأيضا ما يتعلق بما ذكرناه في الخبر قبل قليل إن كانت فعلا صيدة سوف تغلق أبوابها والمحتجون في صيدة لن يسمحوا بمرور أو لن ينضموا على الأقل إلى هذه البوستة نعم كمال المحتجون في مدينة صيدة يرفضون مرور هذه الحافلة أو التوجه هذه الحافلة أو بوستة الثورة كما يطلقون عليها إلى التقاطع إليه حيث الاعتصام المركزي للحراك في مدينة صيدة لدى علم الحراك في مدينة صيدة بأن هذه الحافلة ستتوجه إلى مدينة صيدة كان هناك مشاورات واستشارات بين أعضاء الحراك القسم الأكبر من الحراك ولا نقول الجميع القسم الأكبر من هذا الحراك يرفض أن تمر هذه الحافلة وأن يلتقوا بهذه الحافلة لإعتبارات عديدة كما يقولون ولعل أبرز هذه الاعتبارات بأن القيمين على هذه الحافلة لهم ارتباطات مشبوهة كما يقولون أيضا وفي نفس الوقت هم يحاولون ركوب الموجة لذلك يمكن أن نرى في الصورة بأن هناك المجموعات تحاول قطع الطريق أو التجمع عند مدخل مدينة صيدة من جهة الأولي والمدخل الفرعي الآخر للمدينة وهو بعيد نسبيا عن هذه النقطة يقومون بالتجمع ويحاولون في حال وصلت هذه الحافلة وهي حتى هذه اللحظات لم تصل إلى هذه النقطة أو إلى مدخل المدينة سيحاولون ملع هذه الحافلة للدخول إلى مدينة صيدة أحاول كمال أن أسأل أحد المشاركين بهذا الحراق لماذا اليوم أنتوا بهذا الخطم بالمدينة؟ نحن أول شيء هذه ليست بوسط السورة لا نوضح مسألة هذه بوسط الفتنة كل شيء وراء الأمريكان في فتنة وما فاتوا الأمريكان على أي منطق بالعالم فككوها وضربوها نحن ضد أنه يعتلي حدا فوق ظهر الحراق هذه محاولة من الأمريكان اليو أسأيد بالتحديد هن اللي دعمين هذه الحملة والقوات اللبنانية لا يضربوا الحراق أو لا يحطوا إجرون بقلب هذا الحراق ونحن نرفض هذه الخطم أيضا يعني كمال لو سمحت لي هل تستطيع تسمحون بدخول هذه الحافلة إلى مناطق الجنوب؟ مرة أخرى صيدة والجنوب تعلن لكل مواطنين هذه الأمة وهذا البلد بأن موقفها مقاومة وهذه الجماعات المربوطة بأمريكا والجمعيات الأمريكية يو أسأيد وغيرها لن تمر لا هي ولا غيرها مشروع الأمريكي في الجنوب جمال لن يمر يعني كمال لابد من التفكير إلى أمر هام والإشارة إلى أمر هام بأن هناك مجموعات حزبية حاولت الدخول على خط هذا الاعتراض من قبل شبان المدينة وشبان الحراق كانوا قد يشولون بسياراتهم بسيارات ربعية الدفع وتحديدا وتوجهوا إلى ما قبل حاجز الجيش اللبناني عند منطقة الأولي كانوا يحاولون الترحيب يعني يحاولون الترحيب بهذه الحافلة ولكن القوى الأمنية تعاملت معهم وسحبتهم من الشارع هذه الجهات الحزبية هي جهات حزبية سياسية تحاول مرارا وتكرارا يعني كما يقول يعني كما يقول لجان الحراك في مدينة سيدة ركوب الموجة بالعامية باللغة العامية ركوب الموجة ولكن كما رأينا في الصورة تجمعات المواطنين على جانب الطرقات سواء على طريق الرئيسي لمدينة سيدة وهو يعني المدخل الأولي أو المدخل الآخر من المدينة وهو طريق فرعي بعيدا نسبيا هم يتجمعون ويرفضون جمال غربي براسل الميادين من سيدة جنوب لبنان أشكرك جزيلا شكر سنكون معك بطبيعة الأحوال في كل جديد أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى في إيران مشتبى ذو النوري أن المجلس سيقدم غدا اقتراحا مستعجلا لرفض رفع أسعار البنزين هذا فيما عقد المجلس والاقتصادي لعلى اجتماع طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قد تحدثت عن تظاهرات في مدن متعددة بعد أعلن الحكومة المفاجئ زيادة كبيرة في أسعار الوقود تلفزيون الإيراني قال أن بعض المتظاهرين استغلوا الاحتجاجات وألحقوا أضرارا بالممتلكات العامة مضيفا أن الإعلام الأجنبي سعى إلى تضخيم الأحداث وتسليط الضوء عليها وإظهار أن الأوضاع في كل المدن متأزمة لذلك أعلنت السلطات العراقية إيقاف حركة المسافرين مع إيران عبر منفذ الشلامجة مؤكدة أن الحركة التجارية تسير على نحو بطير الحركة التجارية تسير على نحو طبيعي تصحيح للخبر معي مباشرة ملحم ريا مدير مكتب الميادين في طهران ملحم تضعنا في صورة الأوضاع حقيقة أيضا التظاهرات أين تتركز بالضبط والنقاش داخل الحكومة حول رفع أسعار الوقود نعم كمان في الحقيقة هذه التجمعات والاحتجاجات الشعرية التي شهدتها مدن عديدة ومناطق مختلفة في إيران يأت أتراضا على زيادة الحكومة لسعر الوقود تحديدا مادة البنزين بحق التلفزيون الرسمي حصلت بعض أعمال الشغل في بعض المناطق كان هناك أثناء المنتلكات العامة وطرت الشرطة إلى أطلاق الغاز المسيّم للدموع لتفريق هذه المجموعات التي وبحسب المصادر الرسمية استغلت هذه الاحتجاجات طبعا الهدوء عاد إلى العديد من المناطق الشرطة حاولت تهديئة المتظاهرين الذين مددوا بقرار الحكومة لكن لابد من توضيح كمان نقطة غاية في الأهمية وهي أن هذا القرار اتخذ من قبل المجلس لاقتصاد الأعلى للتوصيق الذي يضم رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشرعية والتضائية هدف منه هو دعم العائلات الفقيرة حيث ستعود عائدات زيادة سعر البنزين المقدرة بحسب المصادر هي بمليارين و اثنانية مليون دولار إلى ثمانية عشر مليون عائلة فقيرة علما أن هذه العائلات كمان بالأساس هي تأخذ أيضا مساعدات من الحكومة لكن نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة تحاول الحكومة زيادة الدعم للعائلات الفقيرة كعر صفيحة البنزين كمان قبل هذه الزيادة كان أقل من دولارين أنا أتحدث عن عشرين لتر من مادة البنزين كان أقل من دولارين وهو الأرخص فيها العالم بحسب الأرقام رغم العقوبات التي تفرض على إيران فيها الحقيقة منذ أكثر من أربعين عام بعد الزيادة أتحدث منذ يومين عندما صدر هذا القرار أصبح سعر عشرين لتر بنزين أي صفيحة البنزين حوالي خمس دولارات طبعا هذا السعر بحسب الأرقام لا يزال الأرخص في المنطقة مقارنة بالدول المختلفة صحيح أقل من دولار تقريبا سعر اللتر الواحد أنا أتحدث عن عشرين لتر صفر فاصلة سبعة تقريبا لتر نعم صحيح 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 الآن هناك جدل كما في الداخل الإيراني حولها الاستمرار في هذه الزيادة أو الرسول أو التراجع عنها طبعا مجلس اقتصاد الأعلى لم يتراجع عنها خلال اجتماعي اليوم على اعتبار أنها تعود بفائدة كبيرة للعائلات الفقيرة هنا في داخل إيران لكن هناك نواب فيطرحون يوم غد قانونا طارئا في مجلس الشورى كما ذكرت في الخبر رئيس وينطلان القوم والسياسة الخارجية أيضا تحدث في هذا المضمون فيطرحون قانونا طارئا لإلغاء هذه الزيادة والعودة إلى القيمة الفابقة أي قبل يومين قبل هذا القرار وكانت حوالي أقل من دولارين لكل عشرين لتر من مادة البنزين أو لصفيحة البنزين طبعا هناك اختلاف في الرؤمن من ناحية الاقتصادية داخل الحكومة الإيرانية هل يمكن الاستمرار بهذا الأمر أن تكون له منفعة كبيرة على العائلات الفقيرة على الاقتصاد أم أن هذا الأمر سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع الاستهلاكية الرئيسية طبعا كي لا يتم هذا الأمر أي كي لا ترتفع أو لا يرتفع سعر المواد الاستهلاكية الرئيسية هناك محاولة من قبل السلطات المعنية في هذا الأنطاع للتحكم بأسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية لا ينعكش هذا الأمر نعم ملحم ري مدير مكتب الميادين في طهران شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات قال وزير الدفاع الإيراني العميد دامير حاتمي أن الطريقة الوحيدة للتصدي للعقوبات الأمريكية هي تعزيز القدرات المحلية على جميع الأصعد ولا سيامة دفاعية منها وضمن ندوة مخصصة لمواجهة العقوبات على المجال الدفاعي الإيراني شدد حاتمي على أن العقوبات على إيران لن تتراجع مستقبلا لأسباب رئيسية عميقة وأشار إلى أن إيران أصبحت لاعبا إقليميا مؤثرا من خلال قدرتها الإقليمية التي لم تكن لتتحقق لولا المقاومة ختل خمسة عشر شخصا معظمهم من المدنيين بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال سوريا وفق ما أفاد به مراسلنا وقد وقع الانفجار عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب في المدينة شارة إلى أن فصائل موالية لتركيا تسيطر على المدينة هذا واتهمت وزارة الدفاع التركية وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني بتنفيذ التفجير نشر مستمرة وفيها بعد الفاصل ترامب يطلب من توكيو ثمانية مليارات دولار لإبقاء قواته في اليابان جدداً حياكم الله اندلعت اشتباكات بين متظاهريات سترات الصفر وشرطة باريس خلال استعدادات المتظاهرين لمسيرة احتفالاً بالذكرى الأولى لاندلاع احتجاجات السترات الصفر شرطة باريس أطلقت الغازة المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين كما اعتقلت أربعة وعشرين شخصاً وهذه الصور مباشرة من باريس للاشتباكات وللتظاهرات التي تشهدها مدينة باريس خلال هذا الوقت وسيكون طبعاً هناك مسيرة احتفالاً بالذكرى الأولى لاندلاع الاندلاع الاندلاع وبدأ المتظاهرون كما نشاهد في الصورة هذه التظاهرات وكما نشاهد في الصورة هناك أيضاً إشعال للنار في ساحة التظاهر وأيضاً نستمع لهتافات المتظاهرين كان هناك أيضاً اشتباكات جرت بين المتظاهرين وشرطة باريس أطلقت من خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت عدداً إذن هذه باريس في هذا الوقت في بوليفيا قتل خمسة أشخاص لدى إطلاق قوات الشرطة النار على متظاهرين مؤيدين للرئيس يفو موراليس تظاهرات في لباز ومدن في وسط بوليفيا طالبت الاستقالة الرئيسة المؤقتة وردد المتظاهرون شعارات تعبر عن استيائهم من إطاحة الحكومة البوليفيا على أيدي متطرفين يمينيين ومن الانقلاب على موراليس مسلسل العنف متواصل في بوليفيا قوات الأمن التابعة للسلطة الإقلابية لا توفر فرصة في قمع مؤيد الرئيس المستقيل إفو موراليس والمعارضين لإطاحة الحكومة البوليفيا على أيدي متطرفين يمينيين بالرصص الحي واجهت القوات الأمنية المتظاهرين في العاصمة لاباز ومناطق أخرى ما أدى إلى مقتل عدد منهم وجرح أخرين في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بإعلان نائبة رئيس مجلس الشيوخ جانين أنياز نفسها رئيسة للبلاد لا يمكننا الصمت نريد حقوقنا ونريد احترام رموزنا الوطنية بأي ثمن لأن بوليفيا موحدة نحن نطالب باحترام عالم الوفالة الذي يمثل السكان الأصليين في بوليفيا في اليوم نفسه الذي تسلمت فيه أنيز السلطة قاموا بإزالته وإحراقه هذا يمثل عدم احترام لجميع السكان الأصليين في ظل التطورات على الأرض أكد الرئيس المستقيل إيفو موراليس من العاصمة المكسيكية أنه ليس لديه مشكلة في عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرحبا بالمحادثات مع خصومه لضمان تشكيل حكومة ضمن المهلة التي حددها التستور الولايات المتحدة اتصلت بوزير خارجية بوليفيا لعرض إرسال طائرة لنا واستحابنا إلى حيث أردنا كنت متأكدا من أن المكان سيكون جوانتنامو من أجل الديمقراطية إذا كانوا لا يريدون مني المشاركة في الانتخابات المقبلة فليس لدي مشكلة في ذلك أنا فقط أتساءل لماذا يتخوفون لهذه الدرجة من إيفو ولكنني سأعمل على تحديد الأولويات وتحقيق السلام في بوليفيا مواقف موراليس سعية إلى الحفاظ على سلامة بوليفيا يقابلها تصعيد واضح من قبل السلطة الإنقلابية التي أعلنت وزارة خارجيتها قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزولا وترضى البعثة الدبلوماسية الفنزولية بذريعة تدخل كاركاس في الشؤون البوليفية الداخلية فضلا عن أعلانها الانتحاب من التحالف البوليفري لشعوب أمريكا احتفلت هافانا بذكرى السنوية الخمسمائة لتأسيسها حيث جرى عرض للألعاب النارية الملونة أبهر الآلاف من السكان والسياح الكوبيون احتفلوا أحياء لذكرى التأسيس عام الف وخمسمائة وتسعة عشر وتمتعوا في هذه المناسبة التاريخية بمرور خمسة قرون على تأسيس العاصمة الكوبية هذا وقدم فنانون عروضا استعراضية تكريما لمدينتهم في المقابل أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده وضعت على القائمة السوداء خمسة فنادق كوبية خمسمائة عام مرت وهافانا تحافظ على جذبيتها نسجت على مدى قرون علاقات وثيقة بالأدب والموسيقى وهي تحتفل اليوم بذكرى تأسيسها هافانا ليست عاصمة لكوبا فحسب بل للعالم أجمع لأن الجميع يرى أشياء جيدة في هافانا ويرى شعبها وتاريخها فنانونة قدموا عروضا تكريما لمدينتهم متجولين في الجزء القديم من هافانا حيث يتم الحفاظ على المباني والمنازل وعلى أثار لم تعد موجودة تقريبا في الأمريكيتين أدعو إلى السعادة والحب والسلام في هذه الذكرى الخمسمائة كل شيء له حل إلا الموت هافانا عاصمة كوبا كاسترو وغيفارا سمضت في وجه الولايات المتحدة لسنوات طويلة وناصرت المظلومين اعتادت العاصمة الكوبية على تنفس الأدب أكثر من أي عاصمة أخرى في أمريكا اللاتينية فباتت ملتقا استوائيا تترافد فيه كل المشارب والأزمن والأمكين بحسب ما وصفها الكاتب الكولومبي جابريال جرسيا مركز المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر عبدالقادر منغرينا دع الشعب الجزائري لتقديم كل ما يحتاج إلى الشعب الفلسطيني من دعم ولا سيماء أهالي غزة المخاصرين موقف بنغرينا أتى خلال ندوة عرض خلالها برنامجه الانتخابي المبادئ السياسة الجزائرية التي أسس لها بيان أول نوفمبر وثور التحليل المباركة أننا نكون عام لأي جهة تحرورية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونتمنى أن كل الجزائر يعانق بين الراية الجزائرية والراية الفلسطينية حتى تبقى فلسطين شاهدة أن يدعم الجزائرين بكل ما أوتوا من مساندة ودعم ودعا لإخوانهم في غزة المستلعافين من طرف الغزاة الصهاينة عبدالقادر بنغرينا وفي سياق عرضه لملامح سياسته الخارجية إذا نال ثقة الجزائرين في الانتخابات أكد أن فتح الحدود مع الجاري المغرب يحتاج إلى وقت ودراسة عميقة نظرا إلى تعقيدات هذا الملف شعوب لنا نفس الدين ونفس اللغة ونفس التاريخ ونفس المصير المشترك ما يجمعنا هو كثير وما بيننا وبينهم من ملفات عالقة يعرفها الطرف المغربي هي هي جديرة بالدراسة وفي الحلحلة وليس عن طريق تصريحات المتكررة التي تفتقد إلى النية من الطرف المغربي وبكثير من الأحيان لإحراج الجزائر أمام محيط الإقليمي والعربي طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اليابان ثمانية مليارات دولار لإبقاء قواته على أراضيها مجلة فورين بوليسي نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طلب من توكيو زيادة المبالغ التي تدفعها للقوات الأمريكية المتمركزة لديها أربعة أضعف وأضافت أن هذا الطلب قدمه في تموز يوليو الماضي خلال زيارة لمستشار الأمن القومية السابق جون بولتون للمنطقة مشاهدين الظاهرة انتهت في ختام تذكير بالعنوين تظاهرات عند جسر السينك في بغداد ومحتجون يحاولون قطع الطريق إلى ميناء قصر في البصرة مايكروسوفت تحقق في عمل شركة إسرائيلية استخدمت برمجيات لتعقب فلسطينيين مقتل 15 شخصا بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب شمال سوريا وتركيا تتهم المسلحين الكرد المسؤولية قتلى بإطلاق الشرطة البوليفية النار على تظاهرات مناهضة للسلطة الانقلابية ومورالس يقول أن طائرة أمريكية كادت أن تنقله إلى جوانتانم هفانا تحتفل بالذكرى السنوية الخمسمية لتأسيسها واشنطن تدرج فنادقا كوبية في قائمتها سوداء في مزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء